طبعاً نحن فيما يخص نتكلم على دراسة هذه الملفات يعني عملية الاكتتاب كانت في شهر سبتمبر نعم لا كعملية الاكتتاب كانت في الخامسة جوليا خمسة جوليا يعني غلقت في شهر سبتمبر على ما أرى يعني فيما يخص شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير يعني تم معالجة الآن لمقبولين مليون و24 ناف يعني عادة التسجيلات كانت أكثر يعني لو كان هذا ما يخلي أنه أهمية الرقمنا في هذه القطاع وتعميمها في القطاعات الأخرى لو كنا نمشي بنفس الآلية السابقة يعني الدراسة في المكاتب كنا عشر سنين يعني 2034 ومزا ما كملناش الدراسات تعالى الملفات هذا ما يخلي أنه يعني اعتماد على هذه الآلية قاضت على شكل كبير من البيروقراطية فيما يخص دراسة هذه الملفات والتعسف الإداري منه يعني فيما يخص يعني حتى في يقدر يقصي يعني كثير من الأحيان يقدر يكون يعني موظف يعني بسيط أو منتخب على مستوى البلدية يكون عندك معه مشاكل أو حتى ما منتخبتوش أو تكون مشيت مع الخصم التاعو رح يقصيك رح يقصيك مباشرة من هذه نعم واليوم الحمد لله الحمد لله يعني هذه الرقمانة الآن يعني أدت وأصبحت يعني ثمارها ظاهرة يعني دراسة يعني آلية طبعا يعني يتم هناك تدقيق من العنصر البشري دراسة يعني الملفات على مختلف أقطاب الوطن والإعلان على القوائم المقبولة يعني حتى يعني تحديد الأرقام ودراسة الملفات المقبولة على المستوى الوطني في نفس الوقت في نفس التوقيت مع أيضا يعني حتى من امتيازات يعني مشروع ثلاثة البوادر التي يكون أنه أكثر نجاحا قلنا اذكرنا أنه يعني يمتاز بطابع عمراني يكون مختلف على سابقتها بـ 15 و 20 طابق طبعا حتى أيضا فيما يخص المكان ليه توجد هناك مخلفات مخلفات عدل واحد و عدل ثنين هذا ما يخلي أنه هذا المشروع سوف يتم تجسيده بأريحية أيضا فيما يخص الوعاء العقاري يعني في المشاريع السابقة كان هناك يعني يتم القبول ثم يكون عندهم مشكلة وعاء عقاري ممكن وعاء عقاري مخصص أو موجه لقطع الفلاحة موجه كل هناك نعم ممكن يعني هناك وعاء يعني نصبنا في عقارات يكون فيها نزاعات قضائية هذا ما يخلي أنه بدءا يعني بتسلسل وبتدرج وبطريقة ممنهجة يعني أولا تم تحسيل أو تحديد العقار الوعاء العقاري يعني يكون هذه مرحلة مبدئية